السلام عليكم ورحمة الله ازايكو يا حبيبي عاملين ايه كل سنة وانتو طيبين النهاردة هنعمل مع بعض الحواوشي اللذيذ جدا الخطير الاقتصادي بمكون واحد بس ومن ربع كيلو لحمة هتعملي وليمة وهندخل نشوف كده مع بعض هنعمل الحواوشي الاقتصادي ازاي اول حاجة حبيبي كده عندي المكون الاقتصادي اللي عندي اللي هو فول الصوية ده متوفر عند اي عطار هتجيبي منه كباية كده يعني حوالي الربع كيلو يعمل معاك مرتين تلاتة ممكن تجيبي كباية على المرة الوحدة وتبتدي تنزلي بيها في بولة كده وتنزلي عليها بمية مغلية او مية سخنة عادي وتنقعيها حوالي خمس دقايق بعد كده الخضار اللي هنحطه على الحواوشي هنحط كمية من البصل بصلتين او ثلاثة حسب حجمهم وبعد كده هنحط فلفل حامي وفلفل بارد وفلفل رومي كمان الالوان اللي عندك حطيها وهنجيب الكابة بتاعتنا نفرم بقى الخضار اللي عندنا اللي هو البصل والفلفل الالوان الحامي والبارد نفرمه ناعم جدا ما تلاقيش خالص من الميا اللي هتكون موجودة فيه نش هتعمل معاك حاجة لان احنا هنتخلص منها بطريقة معينة هجيب بولة اي بولة عندي انزل فيها باللحمة اللي انا هستخدمها وكمان هجيب الخضار اللي انا فرمته نزله كده على اللحمة وابتدي اه افرم باقي البصل والفلفل اللي عندي واناعمهم زي ما احنا شايفين وابتدي انزل بهم هما كمان على اللحمة والخضار اللي انا فرمته قبل كده شايفين معايا النعومة انا عايزها بالدرجة دي ما تلاقيش خالص بعد كده هجيب الفول الصوية اللي انا نقعته هجيب البولة كده وانزل عليها بمصفة وابتدي اصفي فول الصوية من المية اللي فيه بالشكل ده هتخلص منها تماما علشان افرمه ويكون ناشف مفيش فيه اي مية علشان العيش عندي اللي انا هعمل فيه الحواوشي اه ما يشربش المية ويبوش معايا لازم اتخلص من المية دي تماما زي ما احنا شايفين المية دي خرجت اللي انا كنت حطاها على فول الصوية اه عشان انقعه فيها هفرمه مع البهارات كده ملح وفلفل وهي البودر وعندي بهارات الحواوشي اه متوفرة طبعا عند العطار بتضي فيها مع الخلطة بتاعتك وبعد كده بنزل بفول الصوية اللي انا فرمته مع الخضار البصل والفلفل واللحمة وابتدي بقى امكس كل المكونات زي ما احنا شايفين كده عجنها كويس جدا والخطوة دي كمان ممكن تعمليها في الكبة يعني ممكن تيدي فرمه على كل المكونات مع بعضها كده في الكبة برضو هتبقى هتديك نتيجة كويسة جدا هسيب الخلطة بتاعتي ترتاح كده وتاكل من بعضها اه قد ما تقدري ممكن نص ساعة ساعة ساعتين قد ما تقدري سيبيها كل ما تسيبيها المكونات هتتدخل مع بعضها وتبقى طعمها طحفة لو عندك دهنة او والية او حاجة وحبت فيه ممكن تبشري عليها او تفرمي معاها هيبقى طعمها خطير هنفتح العيش بالشكل اللي احنا شفناه ده كده على قد ايدك ما تدخل جوها الرجيف وتبتدي بقى تاخدي الكمية اللي انت حباها تزبطي الخبز بتاعك كده وتفردي العجينة بتاعت الحووشي جوه الخبز بتاعك من الاول للاخر كده عشان ما يبقاش فيه اماكن فاضية وحاولي يبقى بالنظر كده توزعي الخلطة او الحشوة على قد عدد الارغفة اللي انت هتعمليها عشان كله يبقى زي بعض وبالزبط هكمل حشو بقى الارغفة بتاعتي وفي الوقت ده انا بسخن الطاصة بتاعتي وبسخن الجريل وهبتدي اساوي كده هحط معلقتين زيت في الطاصة ومعلقتين في الجريل بساوي انا في حكتين علشان اه اه اخلص نفسي وزي ما احنا شايفين كده لازم تكون الجريل سخنة جدا عشان الخبز ينزل عليها يقرمش جدا ويبقى كريزبي وهي ما يتراش معايا شايفين معايا اللهم بارك وهي ببتدي بقى من وقت للتاني اقلبه كده بس ببقلبش اول تقليبة غير لما بياخد معايا اللون اللي احنا شايفينه ده تبارك الرحمن ما شاء الله اللحمة مستوية واخد لون طحفة شايفين معايا من قريب ما شاء الله تبارك الرحمن قبل المرة التانية لازم احط معلقة زيت كده او معلقتين من الزيت اوادهن الخبز بتاعي بفرشة زيت علشان زي ما احنا شايفين كده علشان يبقى مقرمش معايا لان لو حطتيه والمواد الدهنية قليلة هيتحرق وشكله هيبقى محروق وكمان اللحمة مش هتستوي من جوا لازم من وقت للتاني كده تغطي كمان التاصة اللي بتعملي فيها او تغطي الجريل ولحد ما تخلصي الكمية كلها وبكده حبيبي احنا عملنا وليمة زي ما احنا شايفين اللهم بارك من الحووشي بشكل اقتصادي مكلفت ناش كتير من ربع كيلو لحمة تقدري تعملي كامره في كاف وعيلة كاملة اللهم بارك وتجرني شيك كده بشكل يفتح النفس وان شاء الله النهاردة يكون الفيديو عجبكم ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الحلوة اللي دايما مفرحاني وبتسعدني ولو اول مرة تشوفوا قناتي اتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للكل علشان يوصل لكم كل جديد وختاما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا امت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في حفظ الله اشتركوا في القناة